بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أمس تصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيسي وكان هذا الاتصال محاولة أخيرة ربما لإنقاذ المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد هذا المرسم الطويل من المفاوضات من القاهرة إلى الدوحة والدوحة إلى القاهرة خروجا إلى باريس خروجا إلى أكثر من مكان لكن هذه المرة ربما تكون المرة الأخيرة وفقا لتصرحات أدل بها وزير الخارجية الأمريكي أنطلو بلينكين حينما غادر تل أبيب وأعلن أنه متفائل وقال بأن هذه هي الفرصة الجيدة والأخيرة أمام الجانبين المتصارعين الرئيس بايدن اتصل بالرئيس السيسي والمباحثات بينهما عبر الهاتف زي ما قال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الاتصال في إطار جهود الوساطة المكتفة التي تبزلها الدولتان لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين تم في هذا الصدد استعراض أخر التطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام هذا الاتفاق طبعا الرئيس السيسي حرص خلال هذا الاتصال بضرورة والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار وأن هذا الوقف الفوري يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق سواء لضرورة وضع حد المعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة وإلى التوسع نطاق الصراع بما في ذلك تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة طبعا هذا الاتصال البيت الأبيض طلع بيان زي بيان الرئيسة عندنا وقال إنه بايدن تحدث إلى سيسي وأمير قطر والبيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي بايدن تحدث إلى الرئيس عبد الفتاح سيسي بشكل منفصل قبل حديثه مع القطر والبيت الأبيض قال في بيان عبر موقعه إن بايدن والسيسي ناقش الحاجة الملحة إلى إنهاء واقفة إطلاق النار إطلاق صراحة الرهائن بموجب الاختراح الشامل الذي أصبح الآن على الطاولة والذي من شأنه إطلاق صراحة الرهائن وتقديم الإغاثة المنقزة للحياة للفلسطينيين في قطاع غزة وتهديئة التوترات الإقليمية في المنطقة وأضاف البيان أنه مناقش المحادثات المقبلة في القاهرة والجهود المبذولة لإزالة أي عقبات متبقية أمام الاتفاق شكر بايدن الرئيس السيسي على قيادته واتفق الزعيمان على مواصلة تنسيق وثيق مباشر من خلال فرقهما خلال الأيام المقبلة البيط الأبيض نشر بيان متطابق تقريبا بشأن محادثات بايدن مع أمير قطر يبقى عندنا الاتصال التليفوني من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ليلة أمس بيتكلم على إنقاذ الموقف الرئيس بيأكد أنه الوصول إلى اتفاق من شأنه حكتين الحاجة الأولى أنه الرهائن والأسرة ويرجعوا اتنين هنخفف الضغط وندخل مساعدات إنسانية للفلسطينيين وده الأهم والأهم من الاتنين أننا هنزع فتيل صراع محتدم متوقع في المنطقة في الإقليم خد بالك إيران بتنتظر هذا الاتفاق هذا الاتفاق الذي يمثل حفظا لماء الوجه للإيرانيين إيران الآن انتظره هل يصل الأطراف المتفاوضة إلى اتفاق قد يهدئ وقد ينزع فتيل الرغبة في الانتقام من مقتل إسماعيل يانية على أرضه إيران منتظره كلما فشلت المفاوضات وتأخرت وتأجلت كلما كان ذلك بمثابة ضغط إضافي على متخذ القرار الإيراني على متخذ القرار في حزب الله إيران أيضا لكن أيضا بقول أنه الوصول الاتفاق هينفي عن المنطقة كل نوازع الحرب الممتدة والحرب التي تتسع رقعتها دون أن ندري النهاردة فيه خطورة بالغة على الإقليم كله مصر في قلب الإقليم والحقيقة مصر محاصرة بسياجات نارية مشتعلة على مدار الساعة مصر عندنا في ليبيا مصر عندنا في السودان مصر عندنا في غزة مصر عندنا في الأربع جهات لأول مرة مصر عندنا في المنطقة